بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحبا بكم في برنامجكم خيال أتي لغي الصدف لكم في هذه الحلقة هذه ضيف هو شاب من الكبار وكبير من الشباب وجد مكانه مبكرا ضمن النخبة المسرحية والإبداعية على وجه العموم ضيفنا غدي احتسي إما شيء إما قهوة ولكن على أنغام الذاكرة أنغام الرؤية والرأي أيضا حول ما يجري ويروج على المستوى الإبداعي سواء كان متعلق بالسينما بالمسرح بالتلفزيون وبالثقافة عموما أنا رشيد الولي مرحبا بك شكرا 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 أنا أصغر واحد في واحد النخبة في المعمورة في تمانينيات باقي أذكر وأنت ظل ونضليل لحمد طيب تمامان وشراوي ودينيا وصمات دينيا كل العربي الدغمي يعني من دراسة هذه المسرح والتلفزيون المغربي أول فشر استقلال كان فيها رشيد كيف أشتسلت إلى النخبة الكبار أنا كنت مع عباس إبراهيم دخلت بالقسم التقاف المسرحي مع عباس إبراهيم الله يرحمه في هذا النهار ودينيا كان نشتغل معه وشاءت الأقدار أنه كانت واحد لأعمال المسرحي لقدمه لسيدنا الحسن الثاني في القصر الملكي كانت الفضوليات وكانوا بغاوه أنجن برميير ودكسا كانوا عيطوا لي لأول مرة وخدمت في واحد الوقت قياسي ومشينا قدمنا في القصر الملكي وموراها كانت كاتتوالا في كل مرة كيكونوا غي يخدموش عوروض كانوا وصهم عليها سيدنا الله يرحمه وكانت هي ديك الفرصة لأنني تعرفت عليهم عن قرب وستفت منهم وكنت في ذلك الوقت اللي عرفتيني في المعمورة كنت كان ندير مساعد المخرج ديال عن صرمات دينيا ومنها كان أعطيت تاكست للعلاج والكبار والجم وفي نفس الوقت كانت شرطت على الترتيبات ديال حيث كان شيء خلل في النص أو شيء تغرى كتذكر كمش رؤية ديلك الكبار من زاوي أنه ما كانوش مكونين في أكاديميين ولكن في الميدان نعطاه مثلا العلاج رجل كان نجار ولا مسرحي ولا رجل ملحون ولا مبدع ولا كاتب كلمات احتكاك ما بين مجموعة المدارس ديالفاس ديالضرب دار رباط وانتك انت كطفل أو كفتا انت بقي صغير حيث كيف عمرك كان في عمري أنا باش دخلت كان في عمري ديك ساعة 17-18 السن أنا دخلت في 83 بدبت في جدارة المسرح ولما عرفتهم كي قلتي سبحان الله أنا عرفتهم بنسبالية كبار كانش مهم عندي واش قراء ولا داروا المعايد لأنه كان غياب ديال المعايد ما كانش بحال ده با كان قراءوا السينيما لأكتر ستوديو كانو كان المعهد مولي رشيد وكانوا اللي كيجيو عن طريق دار دور الشباب ولا اللي كانوا في التعليم حال الجم غيروا اللي كيمشي وكيخدموا في المجال ديال المسرح فعنا كانو منسبالية من دراسة عرفت من خلال الناس كيفش كيمكن اللي تصرفوا كيفش كيخدموا كأسرة واحدة هدي من الحواج اللي كانت لأنو كتنشوف ماليك العماري مثالان كيفش كانت دير مع الزوج ديالها وكيفش كيتسنتوا بعضيتهم بما أنا كان واحد احترام اكستراردينيار اللي مالبقيتش اليوم كتلقاه في البلاتو بمعنى انتك تصور واحد ولوحداتي ديروا انسين فيه دير واحد بوز سفضل سي سامير شكرا على ضيافة ديالكم وحداتي مستوس وانا واحد القيواء بسكار ديلها تكون حلوة شوية الله جزك بخير شكرا سي سامير هنا جريتين أستراشيل ما تكلموا على الشبكة برامج رمضان كنت في شيء غائب إلا من عمل واحد اللي دازم بعد رمضان دازم بعد رمضان صورت قبر رمضان صورت قبر رمضان شبكة البرامج ديالهاد رمضان كنتش بغائب ستناع اللي وصلت الإشارية واش أنت الذي غيب أم أنت الذي غاب واش أنت اللي اختارت بش تغيب ولا غيب لا لا ما كان شي ممتن اللي اختار انه يغيب في هذا الوقت كينين يا إما كيتناسوهم يا إما ما كيخدمش إطار واحد المجموعة اللي كتخدم في واحد المجموعة للأعمال ولا لأنه ما كيش الدور دياله فهذاك شي اللي غادي يخدم فيه فليذلك كان هاد السنة أول سنة ما كانت تستغرز فيها لأنه واحد المجموعة الممتلين مجموعة الممتلين محترفين طبعا وفي الساحة والواقع والمشاهد والشاشة الحضور أغلبه جي من إستغرام جي من صحيح يعني إذا أنت غيبت كما غيبت جميلة معلوم وتغيب هذا الوضع شوية يبعت على القلق الحسرة من الخرجات اللي كنشود نبنى كمشاهد شوف شكرا ربما قد نقول كمشاهدين ولكن هات الصوت ما كيوصلش للآخرين باللي رأى المشاهد كيطلب حاجة أخرى رأى همل مزيان شكرا أنه نعطوه فرصة الناس أنهم يشتغلوا ولكن ما شي بهذا لا مصداقية علش لا مصداقية هو أنه لما كيبقى بنت ولا ولد ديال 35 ولا 50 عام ولا 25 عام هذا كيلا عمدور كبير ديال واحد كبير لما كنكتبو ذي سيناريو ما محطوطش فيهم المجتمع كامل فينا مثلا سعد صابير فينا واحد المجموعة ديال ممتنين مالك العماري وغيرهم لما كالقوم ممتنين أيضا كالزاري كالدسوكين كهذا الناس اللي شافيهم كاملين كثير غابوا وتنساوه مع الأسف وش كل مسؤول على هذا الملتبس الوضع يعني كل شي موضح نتب أنا أعطينا المسؤول أول والثالي والثالث أنا أعتقد أن كلنا كان تقاسموا حناش لأنه لما التلفازة كتدير أعمال وكيبانوا لعليش فرد المشاهدات بتالعين كتقول إذن هات الشي هو نقدون دبلوه باش الناس من كل يوم يشوفوه لما بعض البرامج اللي منك الناس ما كيعرفوش أنه المستشهرين يتحكامون في بعض الأشياء اللي بدوس في أوقات معينة فرمدان فكيقول لك أنا مثلا هندير البراد أنا ما دبي هاد المنتوج كي ناس بالبراد ديالي وكلما كان هادوك الناس اللي غي اعطوه كتر له هاداك المنتوج غي يفرض عليك وغي يدوز في هاداك الوقت طنك ما كتبقاش عندك الاختيار يمكن يجيو الناس ديال التلفازة وكنتمنى أنهم يديروا خارجات ويعلموا الناس حيث ربما يكون عندي أنا هادا الفكرة غلطة وماشي صحيحة ويقول يلا بلغتي رمشي هكدا ولكن أنا كنحس أن الأمور ما بقاتش لأن التلفازة الدور ديال ترقي الدوق ديال المجتمع ماشي تنفس مع يوتوب لا يجيب أن يكون عدد المشاهدات حيث عدد المشاهدات في يوتوب دي ما غي يغلب را دير حدي تتسير وحد قط جنوير المشاهدات وحد قط كلمة خيبة كلمة خيبة وحد قط يعني أننا نديروا المستشيرين يخلصوا هذا يجيدي يشوف حيث الناس يشوفو وهذا شي سبح الله قلت هذا 51 60 قلت لولد ديري قلت لأن أنا كان خاف وفي الزمن ديال سريب الله خلي أن الناس يبدأ يخلص باش يشوف جاريمة قتل بالمباشر هاي واحد في الكويت واحد الولد آخر يلعب عليه علش لأن هاد الانتاجات تباع بكترى المشكل هو سكتين غير مشي وحنا لو لكن في الكفة الأخرى كان واحد القراءة أخرى تقول بأن مثلا التجارب الأوروبا كان هيئة الإداءة وتلفز الإيطاليا للرأي خلق مجموعة من القنوات الخامسة وصلت لفرنسا ولكن هيئة الإداءة الإيطالية أو التلفز الفرنسية الرسمية لا تبحث على الإشهار لأن الدولة يعطي الفلوس لأن كان واحد تراقض فيما السابوي 11 يقلب على المدخول ويمكن يخضع الإكرهات نسبة المشاهدات الطلعات وله إذن لو كانت تلفز الرسمية الخزينة من الدولة ومن أموال الشعب كيف الحال سيكون مع قنوات الخاصة هذا هو المشكل وبرفو لك أهضرت لأن نفكر حيث نحن نحن نجد المنظيال 2030 سبح الله أنا جيد في كازا نصف يبدأ يبدأ لأن لدينا رؤية مستقبالية على التاريخ معين مخصو يكون فيه لماذا لدينا هذه الرؤية على كيف نريد أن يكون في خضم معناها أنك تصوي طرقات ولكن الإنسان لم يكن يعمل لدينا أعطيك مثال لدينا أشياء التي لم يكن أعطيك مثال يقول بعض لا مبالغ ولكن أعطيك لدينا تقترح لي واحد المرة وحد الدور أنه سنضخل ونعطي لدينا موال غاراج ونخرج ومن بعد موال غاراج يحل ويجد الدربوغة ومعنى هذا الرجل الذي في العمارة سوف تعمل في بار ويغني ويجد ويجد ماهو يكدير هذا لدينا كبير ولكن نريد أن نبين ويجد نظر كوميدي ويجد موال ليلي لماذا أعطيك أمانة يحافظ عليها ويجد أمانة ويجد أمانة ويجد أن تضحك الناس لا لم يكن ويجد أن تضحك ويجد أن يجد أن يجد تضحك على قائمة ويجد ويجد أن يجد ويجد ويجد أن يجد أشياء سامة التي تضحك في المجتمع من خلال العمار الدرامية التي تضحك تضحك والجواج والمشاكين التي تضحك أن الأباء كلهم يغتصبون بناتهم ويغتصبون ويغتصبون الخادمات وهذه مشكلة كبيرة من والدي وشبتر يقول أنا كنفكر ألف مره ويغتصبون هذا يقوم يجب أن المجتمع لا تفكر الأسرة لا تفكر الناوات ويجد كل واحد يجب باللغة إذن أنا أحتيت لأ أسمع على الجرح أن الصورة خطيرة وأن العمل الدرامي يصل إلى الشباب يصدقون أو يتمهون معه وبذلك تقول لي تلفزها عندها دور صحيحي ودور دعوي للأخلاق والقيم والأصول دي البلاد إذا كانت تمشي ضد الطيار هذه تلفزها لك تدخل لبيوت لكن يفحلوا السينما إحنا ترى السينما كنشوفوا أفلام كوميديا مزيلا نكونوا أفلام كوميديا ولكن يجب منهبوا الباب وكتلقى الناس اللي مداروش الاشتغال لأنه عندها واحد الجساد ويدخلوا من أجل الناس يدخلوا وهذا وهذا ما كان في مصر دارو السبكي وهذا نحن نعيشوه الآن في المغرب وهذا يؤدي لجمهور ونحن ندخل وهذا مصر نحن ندخل في المكتب من المتوضع وكتن ندخل السيديوهات للصوير والمال والبانون وغير المستساعة اللي كانت نجحة في التسعينيات لقيت واحد سلوك عندهم واحد طريقة للعمل أنه تدروا صنيف الممتلين صنف كبير صنف متوسط وصنف فتح الشاشة فتح الشاشة بحل رشيد في الولد والأدوار الطلائعية ولكن هذا كل آ الكبير دي ما حاضر اللي كيدخول هو وخان تنجم كبير عليه مليات مرة كيدخول هو لأنه كبير في العطاء كل شي كيدتراجع تيقول أستاذ والساد والساد ربما هنا رغم أن جارفو أمام التيار اللي كيندبه في العالم كله والجر الأسفل ولكن تبقى عنه بديك القيم في حدود المغلق دي الاختيارات فإلا كان خرج أعضاء دي الأسرة الفنية وكانت تسمى الأسرة أسرة الفنية الأسرة المسرحية هل يقلت لك في فرقة المسرح الوطني كانوا أسرة أسرة تماماً أشياء كانوا كينبخي دي المسالح ربما المسرح تبقى إلى حد دي ما مازال مازال ناجي شوية علاج في نظرك لأنهم كانوا يعملون ويصفرون مع بعضياتهم ويعملوا واحد المدى مع بعضياتهم والناس يدرون المسرح أصلاً راجعوا من المسرح عندهم قواعد عندهم تربية وعندهم احترام للخشب إذا كانت عمل درامي في التلفزيون وما عجبكش كتقتلوا زابين وللقيت واحد أخر ما عجبكش تقول الله ما يلنا ده من كاربينك وبين نفسك ما يسمعك تاشو واحد خلاف المسرح لكن شي عمل مسرحي مشي في المساوك تتصفر عليه ولا ما كتتصفر عليه يعني إذا السؤال أنه يكون في شكل تمني هذا كل تغاو على المشاهد بفعل أنهم عندهم حزمة ومشي في المساوك لا يكون المسرح نعم لا يكون المسرح وليس يديروا عروض بحدة ويديروا قاعة وتمع يعرف الإنسان كيف يديروا وهذا الدرام أنا رأى بعد مرات يبقوا فيه كي يعيشوا مأساة إلى شتيو مرة كي ينهاروا كي يأخذوا الكينات كيتبعو كي يديروا دي دروغ لماذا؟ لأنهم يدخلوا واحد العالم حيط العالم من العضواء أخوي عاتيق أو يلابيه وكتعرفوا أكثر من أي ناس خطير يعني أعطيك واحد الحقيقة مزيفة واللي لما عندكش الأسرة كتطح نتيجة أو قناعة طبعا قناعة شخصية القناعة هي التي تديرك فران تقول أنا لا شيء أنا واحد النور لله عطيه لي لأبغاد في أي وقت حييد ذلك البولا ما أنطفق صدقت ما غيكون عني تأشي حاجة يقول أن الإنسان يجب أن يستمر ملاه وملايين المشاهدات يوقع نتيجة لأنه عنده ستشهر عنده عام عام مرة مشت كانت بنت ولا كان والجمال يدوز والصغر يدوز والوقت يدوز الوقت أيضا رغي يجي واحد الجمهور آخر اللي عنده دوق آخر أنا رمكي ما كانستغربش أنه ما كانشتغلوش كتر لأنه جا واحد جيل واحد آخر عنده دي كود وحدين آخرين يقيم ما تمشي معاهم وغتحس براسك ما مرتاحش ولا غتقول لا خليني في واحد من نوع دي الأعمال ديالي وخلي الآخرين يشتغلو في هذا شي ديالهم ومعدي يكون القياس ولكن لا بدي يكون واحد اللي كيوز عد الكعكة إشنا هي لأنه كنت كإنتاج ديال تليفزيون كيف ما كان استعرق ركاين من ناس يعيشو من هذا الميدان إلا أنت ما تسرطش حيث كتعطيك تعطي فلوس ديال الأقل ما تقرأ تقول هاد الأضوار من بغي فيهم هاد 30% 40% يكون هنا الناس الكبار اللي ما خدموش ربما مش حال هذه محترطش عليك ميخود منهم ميخود المغربي المجتمع المغربي بجميع المناطق المختلفة الممتل التي تعمل وطنجرة وطنجرة ونجلب هم ونحاول تجربة في أعمال مختلفة ما كانوا معي الناس بقدر المستطاوة إن كانوا رمضيين وليس خدمة بالعكس تعطي قوة لك العمل تماما الفلوس والإنتج كتقول أنت منتج أنت منتج أنت مفيد إنتج على الأقل دير فهذا وهذا نظني لك أنت مرقبة لك أنت مرقبة لك لك أنت مرقبة لك يكون كثيرا لك لدينا وعندما لدينا وإن كانوا أموالين شكرا وإن أموالين أموالين يمكنهم مرقب لدينا أعمال ومسلسل ولكن لم تتعليق ومعنى أنت لا تتعليق بزيان وليس بزيان وليس ويجب أن يتعلمون من أشخاص الذين لا يعيشون سوى من هذا الشيء الذي يجبونهم سكن وفنان صدام حسين قاله أعطيني فن عظيم ونأخطيك شعب عظيم مع الأسف لم يمكن أن نتناقضه لأنه كان يبقى للمعاش دي البلادنا عندما كان يذهب وراء كان هزمها رأيتي في عيني نشيد وطني في عيني تقاليدي في تربيتي كيف سنسلم مغربي كيف سنستضف الناس يقولوا هذا من البلاد الفلاني أشياء التي تفهم جيدة وفي ذلك تفكرني أنها تقالي ديبلوماسية تبارك الله أجد أن أجد ديبلوماسيين مغاربة وحرفت أنهم يديروا أشياء من أجل البلاد والتي لا تتعود لهم لا يجب أن أجدهم ولكن يديروا فطار ولمدان ويديروا أشياء من أجل الصورة ويجب أن نعزوها ويجب أن نعزوها والله يرحم على الجلال الله يرحمه كانت يقولها دين يا ما قالها لي يا ما كررها تقول لي أشوف أعزها تعزها أنا من الكلمات التي أخذتها من عنده وكان قالها أنه أعزها بالنقاش كناسي كيروتيني ويجب أن أعطيها لكي يتعمد ويجب أن أعطيها لكي يجب أن أعطيها أعزها تعزك أعزها تعزك ويقول لك كون سبع وكنني ويقول كون سبع وكنني كون سبع وكنني كون سبع وكنني الأبعاد والقافية شعر شعر مغربية هذه أحدا من الحواج التي أعاني منها يعني أنها مازالة أنا جيت من المصرحة وجيت من العلاج وهذا لما كنت أرى بعض الكلام وعيقتي وشي كلام في الدبازة كي يجيني أنا نشاز كنقول كيفاش الإنسان كيمكن يقول هذه الكلمة يمكن يقولها واحد جن ولكن المرأة ديال الدار وأسرها وهذا وكتقول بعض الألفاظ التي تقلغي في الزنقة أنا المرأة كيشوكيني بحال هذه الحواج تحت الإقدامينا سجارة عمرا ما دخلت التلفزيون المغربي دخلت التلفزيون المغربي أو إلكترونية سجارة الإلكترونية وكتجيهم هنا باش نقولك وش كين عنا مراقبة ولما عناس مراقبة ولا غنخنيوا الناس يديروا اللي بغاو إذا في الفرق كين خلل يجب إعادة نظر غير رباش نعقب على الحديد ديالك السيراشيد هادك اللي كتجي من مواقع وكتعطي عشرين مليون حسب صراح أحد الممتيلين المخرج اللي ما تنفاتش بمعنى أنه هاد المخرج هذا يخدع الجميع الأشكال القبول بأي عمل كين ما كان نوعه باش هاد هاد المخلوق الرقمية تضمن كين ما سنلفه بلتي بعد عام دير الشهرة في ديك المواقع باش نضمن مكان ديك المواقع باش نضمن مكان ديك المواقع باش نضمن مكان ديك الشهرة وتبقى الشهرة ممتدة أطول زمان ممكن هو في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مجتمع كي الناس اللي ضعفاء كي الناس اللي يستغلونا ضعف الآخر هاد الناس بنسبة لهم الصورة وليماج والشهرة بنسبة لهم هو الكمال اللي كي بغين يوصلولوه وحدين اخرين كي لعبوا لهذه النقطة كي تم استغلالها دائما كان كان في مجتمعات عند مخرجين هالمين رابقهم متابعين في قضايا الجنسية احتشرفوا مع الأسف يمكن في تيفيزيون كينا اقل لانه سنو شحال ذي كان المخرج وحامل المشرع الآن المنتج وحامل المشرع لذلك قل ما يكون عند المخرج الكلمة اختيار حتى الممتلين فكي يشتغل بحاله بحال التقنيين بحال التقنيين إلا بعض الأسماء ولا في حدود معينة من الأغلبية اللي كي حمل المشرع اليوم واللي أقوياء بينهم بين تلفازها وهم الناس اللي عندهم المنفي للإنتاج وعندهم أسماء يعني مثل مخرج ولا مضاف عند المنتج يمكن ما عندوش الكلمة ديالو فانه يكون ما نقولش كل شي ولكن في كتير من العيان بحالات له يعني احنا غادين في الاتجاه نظن احنا غادين ودائما غايب ولكن ما خاطئ إلا وصلنا أننا نديرو مهرجانات تدير تلفزيون بحقا وطريقة نديرو مصابقات كريدي بالماشين نديرو الخواطر لهذا وهذا بحال اللي كنسمع كان مصابقة وكنسمع تلفونات عطيوني ممتيل وعطيوني ممتيلة وعطيوني ممتيلة وعطيوني ممتيلة جائزة معينة نديرها في الانستغرام ونقول أنا خديت جائزة أحسن واحد في العالم ممتيلة جيدة وممتاز وممتيلة قليل الحب ولما غير موفق دائما الإنسان وما كيش أحسن مخريج كيف ما كيش أحسن مودي أحسن نقدمه عمارك نحن كنمشيو في الحياة أهلا تندي بواقع واحد ربما توفق في هذا ولعود طلبت له التاني ما عاي توفقش فيه ما يكونش هذا هو الهدف دينا كل الهدف دينا هو نقدمه عمال ينجح ويكون عنده رسالة للمجتمع دينا نحن غا نمشيو وغادي نكونو وثيقة تاريخية للناس اللي غي يجيو من بعد مننا يمكن يشيو المسلسال معين ويحطوه ونقولوا واشهدك مثل الفين وربعة عشرين الفين وعشرين ليش بتي الأفلام قدام بالعبيض الأسود ونشوفهم كينا كانوا كي لبسوك كانوا كي يشربوا القهوة كانوا كي تعاملوا مع بضياتهم الاحترام بالأب والأم هذه الحويجات كلهم كي ما نعرفهم إلا شفنا أعملنا القاوم كثيرا ما ممسوخا نعطيك مثال أعطيني مسلسالات الآن الأب كينوض يمشي صلي البجر لا نقاش ولا تشف إشار ولا الأم كتنوض السلام عليكم نوض الحاج لأنه لكي كتبوا دي جان مزيان ولكن مخصومش إنسالهم من الواقع اني كي عيشوا مورا من أجل أنا مكنوش كنشبه أخرين يعني يساجب با كدل الإسطوار يساجب دلا كولتور وهوية وهوية ديالك بمعناه أنا لما كنكون أنا من اليمن كنشعدت الفيزة كنقول هذا مغربي كنشوف القفطان كنشوف جليلي باك ولكن لا بدي يكون في القهوة ولا بدي يكون مول فران غير الصالون يكون مغربية تماما بعض المرات كنشوفه الفطورات كنشوف أخرى كنشوف أخرى كنشوف أخرى من المغربية التي تتعلم على ذلك هذك الجليج والذيك الزربية ونعطيك أنا مثال أنا كنت في مصر ما عندهم مش مثلا اللباس البلدي لانه لما تستعمروا من إجليز وذو كانهم كيفاردوا على ذلك ممنوع إشوا واحد يمشي الخدمة لابس البلدي والجبادور هادم هنا الملايين اللي يمكن يخدموا فيها ما كينش في المغرب إلا احنا كيمشيون هالخميس والجمعة بنا دم كتلقى هذه الخدمة في جلبة دياله ما ممنوعهاش هادي بحب حداتها خلقة مجال صنعات تقليدية في أنها تطور واليوم بشوف فين وصلات العالمية ماليك سيدنا في البرلمان كيفتتح البرلمان بالألوان وكيفشكي الضيوف الحمد لله كيبين القوة ديالك الشعب فضل هاد البلبالا وهاد الحيصابيس اللي كيمر منه المشاهد الإبداعي والتقال فيك كل راشيد الولي ما كيساءلش نفسه في مراحل متكررة في السنين الأخيرة يعني شنو البروفيل ديالك اللي غادي يولي فعز هذا الشيوش راشيد ديالش حاله دي ماشي وديالدابا طبعا والموحيط اللي كنت فيه ماشي و الموحيط التغيير عليك الجو كيفش بويت تخرج نفسك من هاد المطب او هاد المتحان او هاد المرحلة الجسر العابر انا كده مرا فكرت في الاعتزال ولكن الاعتزال فيه الظلم النفسي والتاريخي ويكون موكي شوية ها تكون شوية مازالة انا غادي الستين لا بعد لقيت الواسعة إلا عجبني العمال ولقيت فيه راسي غنشارك فيه وإلا ما كانش عمال ما غنشاركش فيه ما غجويت توجوه دايما غنحاول نخلق واحد عمل موازي بحل دبال فيلم ديالي الطابع اللي خارج داباوه دا دايما كنقلب على الموضوع اللي كننجو ما أعطوني الدعم مرا كننخدم فيه وقلب له على الفلوس ونخدم لي انه الوجود ديالي من خلال الرسائل اللي كننقدموه من خلال مجموه هاد الأمال كلي كيقولك أنا ماشي فاكتور نقل وزع الرسائل لا احنا خلقنا باش كل واحد عنده دور في هاد المجتمع تكلمة دامة وانا في هاد المجتمع باش نخلي الى قديت الواجاج غي ديال واحد في المية ديال المجتمع ديالي الواحد اللي قال انا مغيت نكون بحال هاد العينات هاد الشخصية اللي عبارة شيد هاد مرضي الوالدين ولا هاد اللي رد الحق ولا هاد اللي نصف مراته ولا هاد انا هاد الاقزامبر نبغي نتبعه غنكون انا من ناس سعداء ما كانش تعرض عليك شي عمل او اعمال مع السنين الاخيرة وما قبلتيش لا كان اعمال اقز اه وعدد العروض وش توازي عدد القاتل غفضه ولا كان العروض مزيانه وكان عروض اللي ما تقبلش هاده وهاد الخمس سنين الاخرى تفوق الاعمال اللي تقبلت هلا سادي اعني انه واش غنعيط نعيط راشيد الوالدين غنمش عنده غنمش عنده غنمش عنده غنمش عنده غنمش عنده انا معروف ولا غنمش اللي انه غنمش عنده جديد غنم قدرن نقدمه في هاداك العمل هاد دائما الاشكاليه اللي غنمش والحمدهولله انا القضية عرفتها ولذلك عملت مفثين مبكر انه يكون عندي مرضود ماده بعيد عن الفن باش ما ننترش نقص في القوان نقول الله غالب ما جاني تعمل وهذا العمل اللي جاني ونقبله وصافي مع انتصرت مواله سنخلص الكرام الحمد لله وعيته علاش لاني اندرست الجيل اللي قبل مني وعرفت المشاكل اللي كانت وقعته والتاريخ يؤيده نفسه هذا الاختلاف لانا كانت الحدة ما كاناش طبعا كانش الحدة ولكن في نفس الوقت ما كانش ميزانيات انا اول مسلسل درتو مع فريدا بورقي يالله شافيها درتو بتلاتين افريال 1500 درهم مسلسل في خمسة الحلقات واش غد قدر تدير مستقبل من هاداك شو مع ذلك كنا كان امنوا انه وش نهار غيجي يصبح افضل بعب كل شي اليوم قد يكون هناك اكتر الفلوس ما كيش تدبير جيد لانو الناس كيسحبها هاداك الفلوس والالملايين اللي كدش دا غدي تغنيها عن العاوز وعن الايام اللي غد دور لا لانو انتالي طيحتي السوق هاد اليوم غيجي واحدة يطيح اكتر مقل منه انت اصلا ما عندك مهيبة استغلتي انك تعرفوا واحد المزموعة الناس واحد المزموعة هاد المتابعين والرقم دي القليل رغيجي واحدين اخرين يكونوا اكتر منك وادها منك في هاد العملية اذا زمان كيما تيقولون زمان كان عدد الفلوس ما كانش انسان عنك يشتغل تيقول لك خلصوني عدن بداولا مش حل غتعطوني كانت كيمشي مندافع بكله حب و جاذبية و جدا ما كانش الحسابات اللي كانت انا مؤخرا كنت قدرت واحد شي تصراح و ما اعجبش واحد من الناس امكان لي اشتغلوا في العمل و انا كان احترم رأي دي الكل واحد ولكن هدي حقيقة هو اننا ربما انت كمنتيج كتجيب بعض الملابس كنا نجداد و انا نجيبوا الملابس دينا و كنا نشيل سوق الغزل و كانت قدق و يمجب عشرين درهام هدي بثلاثين هدي و نقسمها على العدوار لان اصلا هذا المنتج لما اشبوش ارى ايش حال كانوا يعطوكم في التلفازة ارى و كنا نصوره تليفين بستاذ المليون في الممتلين لانه كانوا تقنية تبعية التلفازة بعد وصلت التلاثين و بعد تجد دوزيم عن أردين اعتقد و طلعت شفر ديال 100 مليون اللي بقى فيه ارى ارى دوزنا من الله شيء الشيء مفروض ان الجودة تطلع يبدع يكتر مخصناش نديرو عدد المسلسالات مزيان عدد المسلسالات لقص نديرو عدد المسلسالات مزيانة التي تمثل شحان المسلسال عندنا كين في نيتفليكس كين الدول العربية لان عندهم في نيتفليكس احنا ولا مسلسال تنسلك على السبب بعد نديرو واحد وقفاء شهري ونرجعو نشربو كويستتي وقهوه مع رشيد الوليد إلى اللقاء عودنا و العودو احمد عودنا نوصلوا لللقاء مع سير رشيد الوليد كان الحديث في شجن و شجون نتكلمنا عن الواقع إلى حد ما فيه شوية تخوفت فيه الحلاوة كتنقص المرارات فيه شوية الحدة وما يكون فيه عنكم مش انت سيراش يجب وحدك ولكن مجموعة من الفنانين المبدعين لكتوفر فيهم كل شروط أن المشاهد يحترمهم ويقدرهم ولكن يغيبون يغيبون في اللحظة اللي احنا كنا قلسين أمام الشاشة في رمضان الكريم كالقوم غيبين ويمتى غاديبانو تبقى كأن المسرح هو الملجأ أو صوت ملا صوت له عمالك المسرحي عندك أنت تليفزيون السينما إنتاج كتابة الإخراج هتفقد راشيد غالولي ووشاداء وولاد راشيد كان من خلال حويزات كلهم في الحياة كيلي كيتسكن فكوخ ومقتانع وفرحان كوخ بمعنى كي نعز فيه ويمكني لقن فيه كويزاتي ولا بغا أي حاجة خصو يخرج ولكن كيلي كيقول له غن دير دار غن دير الكوزينة غن دير بيت الناس ون دير المرحض ون دير المطبخ ون دير السيكوريتي فين تكون عندي علاش لأنه كيعرف أنه لخرج من هذك الكوخ غن يكون عرضة أنا من سبالي شفت الميدان كي باش دير وكان آمن أن الله خلق وفرق وأنا ضد الفكرة اللي جابوها الفرنسيس شن هي التسموم اللي دارونا واشي حاجة متى التخصوص منتكات كباتاي غادت بقى حياة كلها تكباتاي منتكات شطب غادت بقى حياة معنك تحلم راه سوني با جست وراه ما شي عادي الله كل إنسان كيم كله محامي يكون محامي يكون باعتخ وموسيقى ويكون مزد المزد شاعر بحال عبد رفانيش ويكون شاعر كبير فين كي يلقى بسوك فأنا كنت دائما كنقول أنا شحال هنقع جنبري ما نقدرش نقع جنبري حياتي كاملة شحال غنقدر نبقى في الأوجم نقدرش نبقى وشحال غنقدر نكرر نفسي وإن الوقت سي نمل ولأ الناس سي نملوني لكي نجدد نقرأ نتعلم و ندخل و نكتب و نكتب مواضيعي و لما لقيتش لي ننتجهم لي ننتجهم من نفسي و نزيدك حتى أشعار ديال الفين ديالي درتهم و أخدمت عامل الموسيقى في الموسيقى بس كأنا اللي كنت عارف الجو ديال كيفاش دير أنا كنت خدمت في ناس الحومة مع أسماء المنور لما عطيت لها و عطيتها القصيدة لقد قلت لي لها تغني الجينيري قلت لي ما كنش بحسن منك اللي كتب الجينيري و شجعت لي أنا و شفت كندير فلما كتب ناس الحومة يا ناس ناس الحومة ناس الحومة هما أنا و انتو ما وهي غناتها و تدندينة جبتها فراسي مع جلال الحمداوي بمعنا ناس اللي كيقول لك هو يعطينا هذوك المتخصصين كيلمعوا هذوك الحويجات مثلا عندما نكتب السيناريو دائما كيكون بجنبي أو هشام العسري ولا عدنا المحجة ولا هشام أنه لما يقدم على ذلك السيناريو مني كنختار الكادر ديالي ما عندي أنا شاف أوبيراتور اللي كي يختاروا كنديل إخراج و أنا كلاب ما عندي كلمة الأخيرة كتبقى ليك لك كتبقى ليه باش نشوف الجو فين غادي يمشي وهذا كله مناش من أجل أنك تستمر في الميدان اللي كتبغيه وما تجيش في الخرط تبدأ تبكي وتقول هذ الميدان ما أعطاني والو حي دائما كنقول الله يحس العوان وقعت الواحد المجموعة للناس أن الميدان ما أعطاني والو ممن يتحمل الخطأ؟ ربما أنت اللي صريتي أنك تبقى 30 عام في الميدان ما أعطاك والو كان يما تبدل يما بدل الاعتبار دير حاجة أخرى ولا الجورة ماشي ديان لكي لمخلوق باش يكون فنان ممتيل نجم ممكنش يدير شي حاجة أخرى مثل تجرب الأمريكية فقط إلا كانوا تجرؤوا على مجال آخر على الإخراج مع مجموعة من المدارس ولكن تبقى ليك الممتيل ما كتشوش بأنك كتضيع في نفسك وفي محبيك رشيد الولي الممتيل على حساب المهن الأخرى؟ لا أبسوني ممتيل لأنه أذكرت على الأمريكان كليستوود على فاريسون تشوف الأعمال اللي دار وكممتيل ومباد كسيناريس تكتبه ومباد منتيج ومباد مخريج لأنه أما يسترود الأعمال دياله وكي الناس اللي اللي مديرين معاك أنهم يديروا حاجة وحدة ومصاب يديروها مزيان وليدرواها مزيان سعى أكستروردينار ما عندهم مش مشكلة ولكن كالناس اللي عندهم تطلعات أكبر أنا ما كانش عندي تطلع على حساب التكوين ديالي هو أنني ندير غيمة واضع التي تفرض عليه من الآخرين أنا دائما عندي رؤيتي في المجتمع اللي أنا أعيش فيه وكان نقول فوقها نكتب وننتج باش نهضر على موضوعنا أنا أعطيك الميثال أنا أول فين درت له الإخراج كالنيني يا ممو دابخيت شيكوف ديالي في 2004 2004 يعني أنت بحتي مبكرة التحولات الممكن تحصل نعم حيث أنت بحتي مسترحة أنا بغيت ندير الإخراج وليكن قلت لا أنا بديت ممتيل سأعطيني نفسي عشرين عام هاد ندوز الإخراج ودخلت في 1983-84 في 2004 عدرت أول بمعنى بعد عشرين عام قلت جريبا عدرت أول عمل ديالي ما كان في هذا الوقت اللي رجعناه في 2004 كانوا بدووا واحد وصلة إشارية يقولوننا خديمات البويوت عتانيوا بهم لبسوهم مزيان وما تضربوهمش لا التعنيف ديالي وناش تخوف كو هاد شيرة ستراقراف حيث خديمات البيت إلا أنت بغيت دير فيها خير خلص عليها الفلوس تقراف مدراسة عطيهم لبها وما تجعلهاش أنها دي عندك الدار باش دير دونك مشيت لتشيكوف لقيتوه في 1904 كتب له غيه ديال الوسادة ديالتشيكوف واحدة القصة قصيرة هي اللي درتها كورماتراج لأنه تعبر على المجتمع ديالنا مئة عام من بعد وهذاك شو اللي كان والفيلم خضاء يمكنك تلقاه في يوتيوب الناس كله يبشي وقلبوا نين يا ممو نين يا ممو فيما فيه حتى كلمة على بنيتة صغيرة للأب وأم غادي خليوليها دري تربيه ولكن مسكينها بقوة مكيبكي كتصدير عليها المخضاء باش الناس وش هي اللي قتلاته ولا هما اللي قتله ولا المجتمع وحنا شفنا في مجتمعتنا اللي داتهم في التلاجة كيلي كانت كتديرلو البرافراسو علاش لأنكم كتجيب بنيتة كتقول أنا كندير فيها الخير وهي خير مو إيهالة باش تقابل لك وليداتك والله إلا أذكور كنت في أقادير وكال الفين بتعرض وحدي يا نوردين السيل واحدة المرة قبل ما يسال الفين مشات من بعد جاتني فيند وقت لي الباحفش بد الفين ومتكن جريحي تعب فيكتيف مو بنتي كنت خليتها عند واحدة بنيتة صغيرة ولكن أستي رشيد بعدها أتيكي جاتك شكراً انت من عشاق شيء أو لا؟ أنا شيء شيء أنا شيء من صغرية وأنا عزالياتي أي نوع للشيء؟ حيث الشيء رأى مدارس وعندي في الدار عندي واحدة بوتا صغيرة وعندي شيء دي الصحراوة في المونديال كي يجيو عندي تمات توقعي مخ لا لا كي يجيبني بقوعده لا في الصباح ولا في الليل أنا ما كي طيليا شنعس وقوة قوة أنا ما بيت كان ناخدها أحترى لخمس سنين مع مريخ ديتها لأنه دائماً كنت مريض وكان عارف أنها كتع الصب نادم فكنت ما كان ما كان ناخدها بذوب الزافت أصبح الله أنا كنت ديما كنخاف منها ولكن بعد عارفت أنها مزيئة على القلب وضربت القلب حتى الجوج في النهار دونك أنا كيمكن ناخد ثلاثة تقوات في الأسبوع الأربعة وحاجة أخرى وبعد المرض كنت كان ندخل عند شيء شخصي في المكتب دياله كان قضي شيء غراد وربما القضاء الغراج سيقضى في خمسة وسبعة دقيق ما بين الموجمالة والحديث والتليفون ويمكن رأى المسألة شكراً لما كنت كان طلباتي كي يبرك ويجي السيد اللي غير يديراتي بذلك كان سيلي الموضوع وكان مغين مشي وكي يقولك باقي أكوية ذاتي باقي أتي ديالك مجاش فكتلقى أنك غت عطل بنادم على الخدمة دياله لأنه واحد البروتاكول فكتلقى أن تقولك قهوة على شحة القهوة كدغي كي يجبها وخاك وانت كنصربها كندير لا ما كان قد رسعليا لابا وانت كنصربها كتر ولكن الشيتي بقى دلالة الأنس اسمها نجمعه على أتي وجلسة عنده تقوص دياله ما شغل على تقوص بدينة فهدي أنا ديما كنقولها احنا لبعث السينية أفون كنك يجي يمكنني أن نخرجه على الموضوع كنك يجي شي واحد يخطب ما كان لا تليفون لا فيسبوك دونك من كي يجي يخطب كيتلقى مع الأب كي يقلس معه أولا قبل ما يقلسوا مع الفامي شكي يدير كي يجيبوا البرداتي ويقولوا تفضل لقم كي بداي يهضر معه أو أخر كيلقم كينين جوج للناس كينين اللي كيلقم وكيدير هذا الشي كيمسح وما كيخليش القطرة الدوز وكيدير هذا الشي كيمهور كيطيح وكيدلق السينية عمراء بالماء وذلك الشي في نظارك لمن كيعطيه لبنت دياله ومن السؤالين في نطريق يقول فوضاوي فوضاوي لأنه بنته ستعيش مع كريم ما كيتحاسبش الأخر غايكون صعيب في المحاسبة دياله وكيشد شد دول كيقرعها من خلال البرد دياله تيكمل عكس لكانت المرأة المرأة كديرات ستجمعها متولة 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 العكس إن شاء الله يجبوني الناس بزاف للشمال يحترموني ديال المغرب كواملين وما يحترموني شمالية وعشر توم تبارك الله كي يجيب لي عراجلها 20-30 درم كتلقاها خرجت من البصارة واحد شوية صلاة وكازاتي وشاطب الجماعات ودارت الشجير اللي غا تصبغ بيه تجير بيه في العتباد ديال باب الدارس حسن تدبير وعدم التبدير أه الشاي شايات نتكن مشوعة للشاي كان الشاي ديال الشام ملقتي الشامل الشاي التنجاوي ماشيو الشاي الصحراوي الشاي الرباطي الشاي الرباطي الشاي البيضاء وديالفاس ماشيو والكبانة الشاي الدكوالي ماشيو الشاي السوسي اه كي عمرو لك الكاسب ولكن فاسلة ممنين سوولت قل لك عندها حكمة نص نص كي دروغ النص علاج كي يقول لك إلا عمرتو لك وما عجبكش كيبان مالي ما شربتيش ولكن اللي عمرتلك غير النص وخمي عجبكش وماذا ما تحرجوش كيبان باللي شربتي في النص وإلا عجبك كتقول زيدني وكترشق على لها هذا اللي كي اللي كي لقماتي فهالتقاليد عندنا يكون شوية البحث فده تال الكاسب تال الكاسب تالك سنية مثلا نحن نربع الناس تالك سنية فيها أربع الكاسب كتخلي الجوش على واحد زيد ديما ديما تالسؤول على لك لا جاشير ضيد في أخر سيكون ضيد الكاسب شوف المغاربة كيفاش كنت يفكره والأب كيفاش في القسعة كيف فرق اللحم كيف يخليه والأخر وكيعطي لكل واحد الحق بيعدل بيعدل ولا بي غير عادل أنا أعمل بعد أببا كان في بعض المرات كيف يأتي لأنني أتخذ الطرف من الشراء ويأتي لكن كيف يعطي لكل واحد فكيف يرى كان القناعهم كان يأتي القناعة حيث جاءت من عند أبباك ومن بعد كيف تبدأ كان نيقوس مع أخي ييشام ومع أرضوان شنو كان نيقوسي أنا جاني الأخض وربما بغي السن كان عطيه كي يعطيني كان تدير المقايضة ويقول لي في الطابلة هاك خود وارا الاخر ما كيبغيش كيعطي حقو الواحد اخر اللي كيبغي اكتر وفي الاخر كان لقوا عنا ببا اعطانا وبقى عنده الطرف ديال العظم وكيمشو كي بيجي كل واحد فينا يعطي لرد لباه شوية من هادك الشي اللي اعطاه وباقي قبط واحد تبصيب حالك ديس بحلية وكي مني كيجمع في هادك شي ويقول خبيه في طلجة ليجي شي واحد على غفلة تعابير رسائل حلو كي تأكل مما يليك كتقنع وما تبغيش تقلب حيط لخورجات والقرعة ونتاجك البطاة كتأكل كتقنع ومن بعد هادك اللي عنده هي هادك اللي عنده اعطاه الله في الله مبعد ما كيكبرو راه هادك اللي اعطاه الله كي اعطي لها هادك اللي ما عندوش وهادش كله تجمع في طابلة هنا جي قلت لك أنا صعيب تفرق الماء كان قلبه على الوروبيين كل واحد كان عطيه التبصيله وكان قوله لا اللي كلحقه يغمض عينه كيفاشي واشنو معناتها أنا واحد المرأة كنت جيت ودي عودتها مما فيها بس معك خياتي قلت لقيت بتي سام مع سليم وعدام كان سليم تكباب غللت شوية وكان آدم رقيق ومنقشي ماشي هو هادك ما عجووش الحال كيب قلت ليا شكين قلت ليا شوف هذا رغم كلاحقه ومشالي الخور قلت ليا كلاحقه قلت ليا كلا ومشال ديال خور قلت ليا باقي فيه الجوع قلت ليا لا أنا كنا بغير العدل أنا اللي عطيت لهذا عطيت لهذا وقلت للا تي سامتي درتي الموساوالة ولم تعديلي لأنه باش تعدلي هدا فيه 35 كيلو لأخرغي 18 كيلو ممكن شتعتهم قد قد وتقول أنا را عدلت طريقة كيفش غتوصل للا جستمو هذي كرة موساوات وإحنا في كتير محيان كان بغيرون نساوي وكيش عبنا عدلنا لا وإلا لكل الله خلقنا كاملين ناخدوا بعلي ماشين لا مهم شوز إحنا محدك أخي إنت عندي قل ربما أو لأنا عندي قل بش نعكسوها ربما غدي أتحس أنت بالمتينان وأنا نفرح أنك عطيتيني وغد تزاد المحبة بيناتنا ولكن اللي عندي ولي عندك أنك ما نحتاج ما تحتاجني بسلامة إحنا تخلقنا على بعضياتنا في الحالي أول واحد خصويف هم الرسائل اللي كنت تعطى ليه صح خلال التصنيف معزة يالو في إشارة معينة كانت واحد الحكاية من تورات تتقول بأن جاء واحد دارب أسره عنده خمستاش قتاب دي الكفتا وجاء سبعتاش عنده صاح صديقه حميم وواحد الأخ ديالو قبضت نسخفزة دار دار سبعتاش دار خمستاش فيهم الكفتا وجوج دار خلهم خاوين أعطال الأخ ديالو وعطال الصديق ديالو الحميم هذا الصديق ديالو قال لي ما درتش لي الكفتا أرى أرى صحابي أنت الصديق ديالي أنا غلط أنت مع الضيور دار الصحام سمري أنا لواحد يجب أن يكون في هذه اللحظات يكون سيراعة ديك المشاعر ديالآخرين وتبادل لواحد الرسائد المحبة والمودة بطريقة مباشرة رجعل المحبة والمودة السيراشيد وتقاسم الأدوار يعني بحل لك تعطى الشي أنت بنسبة لك بشنا هو الموقع ديالك الأقرب إلى نفسيك رغم كثرة الخيارات ورغم تحولات لك تحصل الآن في البروفيل رشيد الوال في الميدان الفني طبعا هو أنما كنشتغل كمونتيج لما كنختار عمل ديالي اللي غير نقدم مع الأسف أنا عندي عمال زوينة اللي كان آمن بها قدمت التلفازة ما تقبلت مع العسف على الخطارات في المغرب وحنا عرفنا أنه صورة لا مرأي لا مادي ومعد أسف نفتح السعد يعني يا سلام كذلك الناس يعرفوا هذه مجهولات لك تقوم بها لابدر السعود لأنها خذت واحد طرات مغربي جميل أغير تكمل على القول سحح نتابه للخطارات لأنها في طريق الانقراض ومن بلدان القلائل اللي محافظين على تدبير الماء بشكل مساواة والعدم تماما ثقة وأنا من الناس لابدر السعود اللي دفعت نين كتب هاد العمل لأنه لم شك تدير المؤسسة ديالهم ومشيت معاهم ومشينا رسيدية وخدمت وانا أصلا في الفين طابع خدمت على الاختارات في قيك فعرضت القيم مدين أكين في الاختارات أنت كتعرف بمعنى بمنسبة الليجندا جوهدوي الانترنت تتفضو حتى واحد ما يطلع للمغلا في عمارة لوالو الاختارات غير بقوا يشتغلوا للمدار هذو ملايين السنين ما يقدر يطلع ولكن الاختارة الطريقة باش مصوبة هي المنقد للإنسان مع الأسف وفي الواحات وفي الصحار يعني في المناطق الجافة كتقال جيكبار باش واحد اللي تسميه القيد القيد يختارة واحد المسؤول تخبر الدوار ويوجد ويوجد كل وقت يضحق ولا شخص لن يترد المناطق على العبار تنفى من الدوار يصبح عار ويوارت للناس ويوارت وانا ما بحد في هذه خطارات ونحن نظرح الحب من الجميل فيه كانوا البنات ومع الفجر يسقيوا في الخطارة وكان البنت أعجبت بواحد من الولد ترش عليه الماء كان دراسة مع البنات يجي إلاج فيه الماء من عند هديك يمشي عند أمه يقول لها أمي حاجيبة ولا فاطمة ولا حورية ولا رشت علي الماء والأم كان ترش عند أمها تقول لها وقيل بنتك وولدي شوف كن هديك هديك زويني ما عجبته ما عجبته لم يمشي عند أمه لا يقول لا يعين الشخورات جاء أعلى ذكرتي الخطارات تكلم عن الفيلم ديلك عملتي مجموعة من الأسفار يعني شكرا لأن عطينا وقت ومتعد جيتي من البنين حامل أكساف ديلك واحد شريط سينمائي اللي كنت تتنشر عبر العالم اللي هو طبع طبع على هذا العمل من المنتج منتج العمل وكتب السيناريو مع هشام العسري من بطولات حميد الزوغي مارك ساميويل بودير بودير واحد المجموعة الممتلين محمد عاطفي هشام عاطفي اللي كان آخر عاما قبل ميت وفح الحفيان من وجدة واحد مجموعة الممتلين نوعتي كل منطقة ممتلين ومن ممتلين ممتلين من الممتلين وممتلين هذا الفيلم تحدث في سنوات الخمسينات كان يجي فيليكس مورا يبطل جنوب المغرب ويختار الشباب اللي يمشيو يخدمو في المناجيم في فرنسا وغالي بالاحيان كانوا ما كيكونوش قارين كيكونوش قارين علاش باش ما كي دفعوا لحقوقهم ما كي عارفو تحاجة كي حلمو غيمشو في فرنسا حتى كي لقعوا راسهم في الضلام أغلبية كيتفرقع وكيتطاح لهم وكي اللي كانوا كيموت وخرجوا بأمراض البطل في الميلي 40 عام بعد كيلقى أن الطبيب كي يقولو بقل كثلت شهور اللي تعيشو وغادي تموت كيف كر يرجع لبلادو هذك شي ما دالوش في حياتو كامل كيرجع أنه يصلح الحمى ديالو ويخلي الأطار الطيب وحلمو يخلي واحد الحمى بسميته العربي الطرش بغاي يخليها بسمية ديالو وييدير البيان الخير بالمحيط لإنسان يمكن لو يعيش حيات كاملة ولك اللحظات اللي يخلي على التعاق بالما يمشي الخاتمة اللي زوين في هذا العمل هو أنه يهم المغربة ويمكن السؤال كان يجي في هذا المجال علش جوله في أوروبا وفرنسا وفي أفريقيا لأنه أنا أهضرت على المهاجرين ووعدتهم احتراما لهم قوين فوغ نعطيهم العمل يشوفوه مقبل من يشوفوه لإخوان ديالنا وعائلتهم في المغربة منهم وكينو ليداتهم اللي كيكلبو وكيكونو كيحضروا لامار الصفراء ديالنا القناصلة ثم كيحضروا في الأعمال وكتكون إن ديسكوسيون على ماذا هو المغربي واش فعلا المواطن المغربي يتقل على فرنسا ولا جاب الزاف ولا دا الخير ولا هو اللي تضلم في هذا العملية كاملة وينظر له بنظره سيلبيا لأنه مع العسف حتى السياسيين عندنا وزارة مختصة وزارة الجالية نعم وما كان صورتي فيها صورت في ست فرنسا صورت في الباطو ما بين المغرب وصورت في الناظر في جدا في قيغ بو عرفة خليتي شحال دي السنين ولا لحد الوقت باش صورت فيها تسنين ديالة لالا لالا صورت صول يعني صورت فست الكوفيد صور أنه نهلي كيقولو غدغي في الكوفيد كان صور ومني كيحب كان مكلف جدا لأراجا كان عندي الباطو ومتحرك وبزاف المشاكيل تقنياتي كان خسين جاوزها ولحمد لله كان شكر بزاف الناس يساعدوني الناس الوجداء صفا بن حمزة المنطقة التنمية الشرقية المغرب الشرقي تبارك الله البنود الناس ديال في قيغ ديال الوجداء كل شيء دار معايا يدل الله في هذا العمل وكيمة المغرب الأفلام السينمائية الأخرى طبعا يكونوا في ستناءات كتم تلم غريب نعم أنا خدمت العمل السينمائي الحالي اللي موجود في الصحة واللي كيشارك في مهرجان الدولية وش كيمة كل البلد ديالنا كنظن ربما لما كيمتلش البلد كيمتل الفطراء اللي كانعيشوا منها مع الأسف المهرجانات لم تعود من قياس أخويا عاتق لأنه المهرجانات صبحت حتى هي هضر لي على شي واحد كيغتاص بنته ولا كيضرب مغربي كيضرب مرة نعيط لك في المهرجانات كاملين وغددوز هضر لي علميت لي ندوزك بالفورة الشيفور ولكن تهضر لي على شي باش ترقين تم وشام سما تغسب مع الأسف هاتش في أغلب المهرجانات الدوليات شي كيف وش نبقى إذن لكن إنسان ما ما يقدر في هادر على شي حاجة الفضفاضة والسينما كتكون تتمس المقدسات ديال البلاد باش تتشرب وتشارك في مهرجانات الدولية فين غاي يبدأ على الإنسان ويقدم شي حاجة اللي فيها رسائل وش هداول قيمة هداول جهاد جهاد اللي كنحاول نديره لأنه كيلا يقول لك ومعطاوك ما تتاخد ولكن واش يتماعطاوك شو أنت كتأمل بلي العمل ديالك مزيان علما أنه كل واحد ربما ديال عمال كيتصور أنه أحسن عمال هذي كتبقى اللي كنقول أنا وكنتجاوب على رأسي ولكن بحقوم لا ولكن لما كتقدم إنتاجات الحمد لله أنا والمركس السينما المغربي أنا من الناس اللي كان عندهم الحظ أنه تقبل هذا العمل ديالهم كيفما تقبل يما التلفزاء أيضا كين أعمال اللي كتدوز من فترة الأخراكت ونغير الصباق الرمضاني مع الأسف وهذا شي يخلق لأنه كان ينتاج السنة كاملة بشكل اللي كنفكره فيه رمضان كان نظن لا يكون الصالح والطالح هيكون أكبر كانه سوق سوق سنوي مرة في شهر فيه الصالح والطالح والغط والسامين وربما ديك الغط كي تدرق بحل إنسان تشووش عليك باش ما تشوفش أنا ديك نشوف المبالغ فيه وانا نهضروا كلنا على موضع واحد في النوع ونقبلو إحنا كاللجنة ما نقبلوش كل شي يكون مثلا كل شي يقدر على المرأة وليش بتغمي العناوين غتلقهم كلهم كيتخص النساء وهذا كين عكس الممتنين بعض الشباب اللي خرجو فلانترنت را عندهم الحق ولكن المشكيل را أدوارهم في نهية لأن المرأة الآن تشتغل أكثر من الرجل في الميدان في التلفزيون نحتفل في المجتمع كان مجموعة من الأصوات اللي كتنادي بمجموعة من المطالب والآن المدونة دي الأسرة ربقة تحت قيد النقاش حول وضعية المرأة في المجتمع المغربي المجتمع المحافظ المجتمع المتشبه بالتين إلى غير ذلك وكين سيارات أخرى كتحاول تضغط على الرأي العام المغربي بشتصرب هناك تقول للسينما والإبداع والمصرح والتلفزيون هل محق بين خيارين أحلى هما مروا إلا اختارتي التشبت بالقيام سنادي خاتف قخاوية مشكلة ولكن المشكلة ليس مشكلة نحن قد يبدو لنا أنهم اللي كي لي معا أكثر ولكن مع الأسف اللي ضد لا يهضرون ولا لا يعبرون ولا لا يكتبون نعم صحيح فهمت صحيح لا ينتقدون لا ينتقدون عندهم رأيهم عندهم رأيهم مثلا كتلقى مثلا لان فريد تدرك شي حاجة ستجلقى تعليقات ستجلقى واحد خمسة ستة عشرين ثلاثين ما عجبون ولكن منك تخرج الواقع كتلقى كل شي عجبوا الحال لو لك ساكسين هذو كل ما عجبون ساكسين لأنه حتى الناس ليما عجبون وساكتين قد لا يعبرون على اللي كي عبروا على نفسهم حس دماء اه حس دماء تسكت تقول الله ما إن هذا من كارس والحمد لله أنا هذه البلاد ما زال فيها شرفاء ما زال فيها ناس اللي عارفين أنا من الناس المعجبين جدا بسي مستنفى بن حمزة واللي كان عارف القيمة كان اللي هاتعرف عليك يعجب به عالم عالم فاضل أنا حصل يا شرف أنا حضرت معهم في جلسات حيث أنا كان كان طيارة وكان بغي وكان مشين الوجدار وكان دوز معا يومين ودرتيام ويضايفوني وكان نعيش معا هذيك التوقوس وكان شوف ما شاء الله والله الإنسان اللي يجيو هاد البقاعد العرض وعندو لك ريدي بيتي وشوف كل اللي عدنا في المغرب يديرها كيقولوا عندي هاد البقاعد العرض كيقولوا شحل تعطي انتباش البنية ورا البنات كييجيو كيكريو كيغتصبو وهم كيديرو كيدوزم والله يلتبنات فشربت شاي تم تقرير وكل واحد عطا باش تبنا الجامعة اللي الآن كينافوش دون كل شي كيقول ما كيعودش مع أهل هادرالي ان إنسان عندو من الحكمة ومن القوة ومن النزاهة ومن العلم أيضا نعم وحنا تنتبعو النقاشات اللي كتروف ورأي ديالو بطريقة الرد على سيار الآخر يعني بوحد شكل فكري ان العالم يخصو يكون موليم بالمادة العلمية ديالو أيضا موليم بالثقافات الأخرى واشي عارف يرد عليهم بالعلوم الأخرى وإحنا وما أحواجنا إلى علماء كونيين يونيفرسل اللي يمكن يقنعو مولستاني ديالو والمخالف ديالو بشكل كيشوفو مخاطر وحدين وخرين كيشوفو شنو جايك في الدورة كيشوفوش غدك ساعة آآ فاسا 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 بحش يولدك خرج من الكراسة وغادي كيجري كيجري بانتايل إلا عارف حدا لأو طامان لأنك مشكي ميلا عارف دروش تتسويت ركت مشيكي تجري تحيدو هو كيبكي كيبكي بغيت حرية مينو تبعت حافة أنا اللي بنيتها وشفتها ولا عايش المجتمع دير بحالة كلا كالناس تبعت نهار غط نهار طال الزمن أمقص ومتاع السبب ربما سي رشيد الولي باش مشي تيل واحد الموضوع واحد زاوية أخرى تعامت مع كلب نعم بكتيل الله ومالكلب الورد مع السي عبد الرحمن السازي ولغة كونية قاعد نسيب والحيوانات نعم والفكرة في علم من أجمل المواضيع اللي قليلة ربما نعم ما كانش عمل اللي اعطال بطولة لأول عمل أول عمل أحسب علمي وقد أكون جاهلا بما مر الله علم ولكن يكتبني لك شي واحد ولا يصلح لي أول عمل اللي كيكون فيه البطولة بمعطي الكلب بهذه الدرجة اللي احنا كنشوفها غالبا كنشوفها كريبات مي نو 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 هذا ولكن لا كنشوفه الإنسان الذي يتكالب من أجل المال كنشوفه الكلب الذي أصبح أكثر إنسانيا من الإنسان وهذه المفارقة اللي كانت عند السي عبد الرحمن التازي واللي قدر يلخص هذا العمل وعليش درسية تيلة فيلم ما دكسينش فيلم سينمائي هو فيلم من الإخراج دية السي عبد الرحمن التازي ولكن من كتوب لتليفزيون واخداد دعم عند القناة الثانية ما كنتفكرش ديرو فيلم سينمائي والله إلا بزال الأعمال منهم هذا ومزلهم منهم على القلد لا تعقل عليه محمد السماعين الله يرحمه اللي كان نقول دائما خسارة ما كانش السيليمة لماذا؟ لأن السيليمة كالدس السيليمة بهذا القيمة ديالها وكي رجع للتليفزيون مالا كان غير في التليفزيون بزاف المهرجانات والناس اللي كي يفقد العمل الفيلم التليفزيوني كيف قد واحد عنصر الإظهار اللي كيكون في الشاشة الكبرى صحيح وذيك المؤثيرات الصوتية صحيح أنك تقلسي باش شوف تتمشي تتصنطر لا تكون لاتي لا تتليفون لا تشي حاجة باش من أجل أنك تشوفوه هذا تحرمنا كيف تقول امتغي دوس كالبشر تتزابق وكتش تقدر تتزابق البارح كان هدرنا واحد صديق السباح من الكغراد كنا ندروح لفينياني ومطلوم الحوايج اللي يؤسف لهم فين المخرج الآن يمكن تحرد المخرج في المخرج يقص لور و للوسط مش يحس بردود فيع دلاصال دا باشنا يأحسن بلاسا يقص في المخرج جوش بلايس يخرج يقص في الأول علاش يتلاق لسلار غايشوف كل شي حال التليفون وضو شعل حيث بنادم ما بقاش يقدر يتكون سنترا في شي حاجة كيف ما كانت خمسة دقائق خادم شعل كتلقاهم من الناس شعل يقدر فيهم الضو يشوفو وما كيتعل وانت كتقول أنا كتسنين وانقدم على العمال وقدمتوا لكم بهذا المجال وفي الخر كتشوفو تليفون زحر عبا مؤلم مؤلم اجي انا شو لشامل دا بنتا في العرض الفيلم ديك اللي صافرت يعني ودوش كنتي كتلس القدام لا لا الحمد لله لا كانوا الناس كيتفاو ولكن كانضن هنا هاتش لكي أنا حضرت لليزافون برمير الناس بزاف ما كيقدرش يتخلو النوم يجبو في تليفون ولا قاعد يتفرجوا في تيك توك ما عندهم مغيش نخلي هذا اللقاء يمر مع السي راشيد دون منسألك على علاقتك بالحيوانات ككل والحيوانات الألفة بطبيعة الحال وبالكلم انا أنا لما كن صغير كان عزي علي قطط درازة واحد الوقت كان عندي ربعة تعاش القط شبيت واحد في ربعة متر على ثلاثة ولكن هات المحبة القطط المحبة يقال أنهم يقال أنهم فيما شعروا بك حازين يجيوا عندك يحيدوا لك هاد الحويجات لذلك كان قاول الناس أكتر حزنا كيبغيوا وركب إيدي لأنهم تطبيعوا قطط باش يحيدوا الكتئاب ومعد تحولات الكعنار وليس كان دير الكعنار وهذا بقى عندي مشكيل ديال واش القفز مزيان واش القفز ماشي مزيان عرفت أن إذا طلقتهم القفز كان عندي المورال فتخليت عليها ومن بعد تبقى عندي مع الكلب الكلب عندي أدي كتر مع عشرين عام وأنا كرب بالكلب ما ما يدخل عندي لدار عندي عندك اختيار اه اختيار لكل كبير اه لكل كبير وغادير ووين وروسل كتصلي فيها الوفاء ديالهم أنا جالسة تخسن تشوف الدكتور مصطفى بن حمزة اسأله هل الكلب نجس لا إمام أحمد قال بأنه غير نجس إلا اللعاب دياله وملي كيكون نجس فقط غير نجس غير حيث إحنا في مجتمعاتنا بحل بيتي أنا فتوح أنا العائلة والناس الناس ربما في أوروبا كيكونوا منعزلين لعندو كلب دير الزغب دياله هنا وانا رأيش بوحدو من تا في مجتمع عند كل إيلا صغار من الحسن وإلا الناس وانا نجيب لك الزعم ما ديغني عمو كان عندي هاد الكلب ليون لمرض درنا له للي لا ديالي عندي مالينو مالينو مرض درنا له خمسة عمليات بس تعرف أنت قدرت توصل مع مريف صغري كنت نشوف ناس يربيوا كباب كلاب ويقولوا العمليات وهذا كتقول تخسر على إنسان حسن ما تخسر على كلب ولكن كان عندك وافي وكان هنا وكان يوقف معاك وانت نعسو وحرصك وهذا تجيك ممكن تخليه مريض وبقات من عملية لعملية وفي هذا النهار كان جاء وليم مقتانعين طلع الطباء قالوا قالوا وديره من الأحسن يرتاح الكرار كبر وبالزاف خمسة عمليات نديره انجكسيون ويتوف فأنا جيت في هذا النهار وجيت عنده ووالدي يقول لي هذي الكلام والله العظيم يلجأ ودرب هذي اللي بات ديال معه ويجمع هم باش يدير ها بتعلم فدر در لي بحالك دو فهمت كأنه يزوجني يقول وقلت له شوف الله ما نتخلى عليك تيجي بالضع الأجل والآن إلا شفتي كيف يجري الحمد لله خمسة سور من هذا مخلوقات ستعطينا دروس ربما البلسم اللي يدوي الجراح ديالإنسان مع الإنسان آخر إن الكلا بقوا أوفيع الغريزة دي لهم سبحان الله العظيم الإنسان تحول على الغريزة دي وعموما ولا منك تتحب مخلوقات اللي بقات أوفيع الغريزة دي لك تحس بقيمة الإنسان الحقيقي ربما نظرة دي السير رشيد في حالة كيف ستشاهدون كيف ستدخل كيف ستدخل كيف ستدخل متعب ومرهق ويمكنوا يجي عندي ولا أنا مقلق لأنني مقلق كنت مقلق والله لا يقرب كيف ستدخل من بعيد وكأنه يقول يا الله حسنا أينك أو كيف ستدخل في الضرب قالوا يقول دخل شوف شكيت الله يسامح شكيت وما كانوا يا الله وفيف في الماكلة اللي كي بغيك اللي كيني وسمح الله يا زي عمام كيف ستدخل رشيد في الله يحمدك شار يديرك السينمائي إن شاء الله اللي ركلا وصل للمغرب وإلى حد دوم النجاح وطبعا ما شي يعليك شي بغريب لأنك أنت كتحسب ألف مرة بش عد تدخل من الخلال قبل ما نسألي ونمغين نسكر جميع جميعيات اللي استدفوني في فرنسا والله العدي موحد ناس اكستراردينيار داروا عن طرف المغرب والسيمة المغربية والتقافة المغربية والراشيد الوالي اكستراردينيار الآن الناس كتريزيرفي شهرين قبل باش يحضروا للعرض مخلصين باش يحضروا للعرض وكيعمروا القاعة ديان وكيجوا معال فامي ديالهم كيلي عشرين عام فرنسا ما مشتش يورج لها القاعة السينمائية كينا في الحياة ديان والآن كيجي فوحتى دورة نصيف تلقي الفيديو تشوفهم ناشا الله فاكن قول لهم شكرا لكم لها الحب كامل شكرا ومزيدا من تألق وتفضل امين سؤال خفيفة وشوف ديالك كون أيضا خفلة سمحتي كون الكلمة ديالك المفضلة كلمة وحبوها مع القابل ربي غرطح مع القابل ربي غرطح مع القابل ربي غرطح غرطح لا كل شيء في يد الله كل شيء معند الله زمان ما له الفضل على شي حدي سأكون لك سبب ولكن سأكون لك سبب سوف غرطح نعم إذا كان الله معك فمن علي كم حاجة قضيناها في السيليم اللي كي بديريك يعرفو هذه الجملة اللي يدرتي ما يقول راشيد ويري كم حاجة قضيناها بتاركيا مم صحي ما هو النجم المفضل في المشهد الإبداعي المغربي شوف في المغربي يجبني مفتاح في السيليم ما شتغلت معا كإنسان كشخصية كقامة كرجل كريزمة ما شاء الله الحكمة دائما نصف العين الحكمة تؤمن بها وتعيش بها كنين بزاف أنا كنت أعجبني والله ما قفلت لفورتي حتى مما كنت كتقول الله رحمة والله ما قفلت لفورتي سيقول تبقى 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 تحلم ما خاص لترابع يكون مور هذا شيء خاص الإصار والصبر والمراقبة هذا شيء لكي تقدر توفور وتوصلي فعلا هذه بينا في السؤالك لأن الإنسان يحسيب ألف حساب عادي بدفع صحح الدعاء اللي كتفع صوت في لحظة خلوة في الخلوة كنقول اللهم حبب إلي خلقي الله لا دي ما كان خاف من هاد النقطة لأنه شتي الحب د الناس لنا هو نعمة لأنه يمكن عندك فلوس ومي بغيوكش الناس يمكن الناس يدورو بيك وانت غير ما عندك حاجتهم ولكن يبغيوك لي وجه الله وواحد في العمرة ولا في بيت الله وكيد عمعك ومعمرو تلقى معك فكنضرنا هذه من الحويج لي سقليب فكنقل ومبس تعرف العثار ديالها يقال أنه في الجنازة ديال إنسان لمشى مع أكثر مع عدد معين ديال ناس في الجنازة فتقبل هذو الدعوية ديال لأنه هذا يعني أنك كنت مزيان مع الخلق ديال ربي مال اللي بينك وبينه راح قادر أنه يسبح ويغفورك وكان نحن إنسان العلماء الأفضل التي يريدون تحدث ويقولون بيننا وبينك الجنائس أحيان كيف أحيان أنا كثير بكاء كثير 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 شخص الذي أنت مستعد بش تأخذ الأحزان ديالو لسبب أنك لا ترى ما هو حزين مراتي تأخذ الحزن ديالا تحمله تكون حزينة تكون حزينة حتى ما قال لأنه تعاني مع عمال عندها في الزايمر تلاحظت متقدمة جدا وغليوم وانا جاي حتجت معي التربضة تعطنا لأنه قد تقسلت الوليدات ديالها وهذا شي وحمتها لأنه خجوش ديالنساء معها تقوى عليهم فكيخص لا بدأ تكون إياه وخام فكنشوف هذا الحزن غالي إياه بزاف صورت أنا تفسير مع نفس الأم فكن قول لها أم أم تسرقت منك الحياة تسرقت مني لا أعططني ما سرقت مني لا أعتقد ما ما الشفت إذا منعك أعطاك فكذلك لا يمكنك أن تتعلم في الحياة مع تجاهل اليوم إنشاء الله أرى في آخر تاريخ لم تنساه؟ تاريخ؟ تاريخ في حدث تاريخي فيك في نهار؟ نعم تاريخ في 2014 نهار الوفاة لأختي لي مع ربعات الصباح بقوة لي وقال لي يا توفاة وكنا نجد الكامل ونحن بيتين معها وآخر ما عدت كانت تصلي العشاء وها في الغيب وبولا كميكي والدن تحاول تحرك باش نديرها المخدة وربما كانت في أمنيتها أنها تموت وثي تصلي فصلت آخر نعم تقول لك سبحان الله وكنا نمع له هذا العطار ووحد الوقت تكي لم تدق لبيبا أن هذه الخلعة تزيد عليك الدوش بارد ما كتعرفوش كدار فكتقول لا إله الله أعطيتك ورقا بي داسي رشيد وصيلو وكتلي كتب شي حاجة ما تكتب فيها؟ الحمد لله الحمد لله حتى يبلغ الحمد ومنتهى الله شخص كتبغيه وبغيت تعبري على الحب دي كلي كيفاش تعمل؟ طبعا تقول الزوجة دي لك آه الزوجة دي لما نخليها جعلة لأنهم شوف هادك إلى أبد أبدي ما يخلي عليك وخليه والحمد لله على كل لحظة تزوينا وعلى كل ما بنيناه أنا وياها بهذه الحويجات ما أعبرت ليها بزاف ما أعبرت ليش بزاف فكأن قوله بباك أنا بغيت لزاف ما أعبره نساوه من أطفال صغير ولدي عمان تلسنين وانت عزني والدم نكسيل وحيت انت أسريتي وسنيتي على هاربعة في الممية لي لقلك الطباب دي العملية هاربعة في الممية شنو عطات سبحانه ما أعبره نساتو هادك إلا دخلت للانترنت أدلقى نهار اللي عطاني صاحب جلاله الله يحفظه لويسان من درجة القائد بشي تأول ما قدمته قدمته الواليد دي لي يعنا هو في اعتقدي هو من يستحقه تحييك إلى كل الأباء وإلى كل الأمهات وإلى كل الأزواج وإلى كل الزوجات تحيي إلى رشيد الولي أحبتك وتحيي لك شكرا لك شكرا لك شكرا لفريق شكرا وكل أفراد أسرة شكرا لكم وإلى الحد القادم بإذن الله مع خيوة ولأتي لكم الخيار السلام عليكم اشتركوا في القناة